سياحة أستراليا تنوع رائع من الشواطئ الرملية البيضاء إلى الصحار الشاسعة إلى الغابات المطيرة الاستوائية والجبال الثلجية بالإضافة إلى المدن المتألقة مثل سيدني، مالبورن، بريزبان، وبرث بمعالمها الشهيرة مثل جسر هاربور ودهر الأوبرا في سيدني أستراليا مشهورة بالحياة البرية الفريدة حيث الكانجور والكوالا والطيور الملونة الكثير من الأنشطة المسلية في انتظارك مثل ركوب الأمواج والغوص في الحجز المرجاني العظيم في هذا الفيديو سنتعرف على أولاً أجمل خمسة وجهات سياحية تستحق الزيارة ثانياً أهم المعلومات لتخطط لرحلتك مثل الفنادق، المطاعم التقص وغيرها ثالثاً نصائح ذهبية للسياحة في أستراليا أولاً أجمل الوجهات خمسة سيدني المدينة الأكبر في أستراليا، واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالم مع مزيج رائع من الثقافة والتاريخ والطبيعة تشتهر سيدني بشواطئها الرملية الجميلة يمكنك زيارة شاطئ بوندي للتمتع بالشمس والرمال من أجمل الأماكن في سيدني حدائق سيدني النباتية الملكية حيث يمكن لزوار التمتع بالمشي بين نباتات الندرة والأشجار الاستوائية يعتبر أيضاً جسر هاربر واحد من المعالم البارزة في سيدني ويمكن للمغامرين حجز تجربة تسلق الجسر للتمتع بمناظر بانورامية خلابة للمدينة لا تفوت أيضاً زيارة المتحف الأسترالي في سيدني والذي يعد أقدم المتاحف في أستراليا ويعرض مجموعة من التحف والأثر الأسترالية والتاريخ الطبيعي العاصمة الثقافية لأستراليا هي مدينة تتميز بالتنوع والحيوية تقدم ميلبورن العديد من المعالم السياحية والتجارب الفريدة التي تجعلها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أستراليا لا تفوت زيارة السوق الكبير في ميلبورن والذي يعد واحد من أكبر وأقدم الأسواق في الجنوب الغربي للمحيط الهادئ تقدم مجموعة واسعة من السلع من الطعام الطازج إلى الملابس والهدايا التذكرية من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها في ميلبورن حديقة النباتات الملكية والتي تتميز بمجموعة متنوعة من النباتات من جميع أنحاء العالم قريبا سننشر المزيد من الفيديوهات عن أستراليا والروابط في الوصف ثلاثة بريزبان بريزبان هي عاصمة ولاية كوينزلاند في أستراليا هي مدينة حديثة ونابضة بالحياة تعتبر بريزبان واحدة من أكثر المدن المشمسة في العالم مما يجعلها وجهة رائعة للأشخاص الذين يتمتعون بالأنشطة الخارجية من الأماكن السياحية في بريزبان حديقة لون بوتانيكال التي تقع في وسط المدينة وتعتبر مثالية لنزهة هادئة أو جولة بالدراجة وتضم العديد من الأشجار والنباتات المحلية لا تفوت زيارة معرض بريزبان للفنون والذي يعرض العديد من الأعمال الفنية من أستراليا وأسيا والمحيط الهادئ ويقدم أيضا برامج تعليمية للأطفال والكبار على حد سواء حديقة كوينزلاند الوطنية تعد من أجمل الأماكن في بريزبان توفر الحديقة فرصة للمشي لمسافات طويلة والاستمتاع بالطبيعة بما في ذلك الشلالات الخلابة والحياة البرية الغنية ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك اثنان بيرث بيرث هي العاصمة الرائعة لولاية ويسترن لأستراليا وتقع على نهر السوان تشتهر بشواطئها الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة لا تفوت زيارة حديقة كانجز بارك وبوتانيك والتي تعد واحدة من أكبر الحدائق الداخلية في العالم وتوفر مناظر خلابة للمدينة والنهر شاطئ كوتيسلو والذي يعد من أجمل الشواطئ في بيرث مثالي للسباحة والتجديف والاسترخاء تحت الشمس قم بزيارة حديقة السقر البحر والتي تقع على الساحل وتوفر فرصة لرؤية الأسماك والثديات البحرية في بيئاتها الطبيعية متحف فن بيرث يضم مجموعة رائعة من الفنون الأسترالية واحد جزيرة نورفولك جزيرة نورفولك هي جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ تقع بين أستراليا، نيوزلاندا ونيو كاليدونيا تتميز الجزيرة بالمناظر الطبيعية البديعة تتميز أيضا بشواطئ الرملية الجميلة والتلال الخضراء والغابات الكثيفة والمنحدرة الصخرية تعتبر منتزهات الطبيعة والحدائق الوطنية جزءا كبيرا من الجزيرة وتوفر فرصا للمشي لمسافات طويلة والتنزه والتخيم جزيرة نورفولك هي وجهة سياحية شهيرة تقدم العديد من الأنشطة والمعالم السياحية بما في ذلك التجديف، الغوص، الصيد وركوب الدراجات شارك الفيديو مع من ستسافر إلى أستراليا معه ثانيا أهم المعلومات عن أستراليا واحد ما هو متوسط أسعار المطاعم في أستراليا متوسط سعر وجبة الغداء في مطعم محلي 15 إلى 20 دولار أستراليا متوسط سعر وجبة الغداء في مطعم سريع 10 إلى 15 دولار متوسط سعر وجبة الغداء في مطعم فاخر 30 إلى 50 دولار يتراوح متوسط درجات الحرارة في أستراليا من 10 درجات مئوية في الشتاء إلى 30 درجة مئوية في الصيف تتميز أستراليا بمناخ متنوع حيث تتمتع بعض المناطق بمناخ استوائي وأخرى بمناخ صحراوي أفضل وقت للسفر إلى أستراليا هو خلال فصل الشتاء من يونيو إلى أغسطس حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا أربعة ما هو متوسط أسعار الفنادق في أستراليا متوسط سعر الليلة في فندق نجمتين 50 إلى 100 دولار أسترالي متوسط سعر الليلة في فندق ثلاث نجوم 100 إلى 200 دولار متوسط سعر الليلة في فندق خمس نجوم 200 إلى 500 دولار خمسة كم يوما كافيا للسياحة في أستراليا يعتمد عدد الأيام اللازمة للسياحة في أستراليا على المناطق التي ترغب في زيارتها إذا كنت ترغب في زيارة المدن الرئيسية فقط فستحتاج إلى حوالي أسبوعين إذا كنت ترغب في زيارة المناطق الريفية أيضا فستحتاج إلى شهر على الأقل ستة هل السياحة في أستراليا غالية الثمن؟ بشكل عام تعتبر السياحة في أستراليا غالية يمكن أن تتراوح تكلفة السفر إلى أستراليا لمدة أسبوعين خمسة آلاف دولار أسترالي في المتوسط ثالثا نصائح للسفر إلى أستراليا احجز رحلتك أو فندقك مسبقا خاصة إذا كنت تسافر خلال موسم الضروة اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف استخدم واقع الشمس ونظرة الشمس والقبعة لأن الشمس في أستراليا حارقة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد